السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم تابعنا العزاء في الجديد هذا الفيديو غريب نوعا ما المحتوى غريب نوعا ما أو فريد من نوعه بكل بساطة لأنه أحب أن أنويه إلى مسألة جد مجد مهمة لأنه يجب عليكم أن تعرفوا هذه الحقيقة أو هذه المسألة لأنها مسألة جد جد مهمة أكثر حاليا في 2014 فبراير أكثر فيديو خلق لمشاكل كمية هائلة من السبام كمية هائلة من التبليغات حملت هذه التعليقات السلبية أو المعلومات التبليغات السلبية هو هذا البرنامج برنامج التربيدو أو هذه الفيديوهات التي أشرح فيها برنامج التربيدو تقريبا خمسة أو ست فيديوهات أشرح فيها برنامج التربيدو برنامج التربيدو بكل بساطة يجب لك زيارات يجب لك مشاهدات إلى موقعك ومدونتك هذا النوع من المحتوى وهذا البرنامج يتم مهاجمته أكثر من مناسبة تخيل معي كلما أنشر الفيديو وأشرح الفيديو أجد بلاغة حقوق الملكية وأجد ما يسمى بمهاجمتي لأنني أكدب وننصب والبرنامج لا يشتغل برنامج خطير تخيل معي كلما أنشر البرنامج يقول برنامج مكرك الدكتور فرفر يضع فيه قنبلة نووية البرنامج كذاب أنت تكذاب أعطيك مثال أبسط دليل وأبسط مثال تخيل معي أن هذا الشخص هذا الشخص اسمه كاميرا يقول لك ماذا يقول يقول لك يا سيدي أنا السلام عافاك هذا السوفتوير دالتور بيدو وقع مخدام يقول لك أنا أشتري أنا قمت بتنزيل البرنامج وستطبت البرنامج واشتريت البروكسي والبروكسي شغال لكن لما أقوم بعمل تجربة البروكسي البرنامج معطوب والبرنامج لا يشتغل ويقول على أني أنا صورت الفيديو في 2023 ونحن في 2024 والبرنامج توقف مدة طويلة وأنا أصور أعدت ونشر الفيديو أنا أنصب عليكم الدرجة المغربية أنا أنصب عليكم البرنامج لا يشتغل وأنشر الفيديو مرة أخرى ومرة ومرة أخرى مرار وتكرار البرنامج موجود على موقع دكتور فر تقريبا سنتين هو موجود وأنا اكتشفته بالصدفة وأنا أستخدم البرنامج قرابة سنة بدون توقف وأعطيك أنا مثال حتى أيها العالم الوريء أيها الفقيه العرف بأمر الله شوه معي تخيل معي شاهد معي يا حبيبي هذا البرنامج هنا هذا الـ RDP نقوم هنا توربيدو بروبراتيز شاهد معي جينرال البرنامج ستطبتو في 2023 أوكي ديسمبر 2023 نحن الآن في فبراير 11 أوكي نعود مرة أخرى إلى جوجل حتى لا يقولك أنا اختار قتل جوجل توداي ديت ويمكن يمكن أنا اختار قتل جوجل نحن في 11 فبراير أوكي أوكي أنا سيدي البرنامج غير شغل أوكي أنت سيدي أنت على صح وأنا على غلط أوكي أنا مخطئ نحن في 11 فبراير أوكي نعم تمام نعود إلى الـ VPS نعمل Stop ننتظر بضعة تيواني البرنامج سوف يتوقف عن العمل أوكي هذا العالم هذا العالم شاهده معي حتى تعرفوا لأننا نشتغل مع شياطين لأن هؤلاء الناس ليسوا بناس عاديين وإنما مجموعة من الشياطين شاهده معي هذا الشخص ينشر أفلام الرعب على يوتيوب ويشاهدها أو ينشرها أو يربح منها الله أعلم هذا الشخص يشاهد أفلام الرعب على يوتيوب ويربح منها أو لا أعرف ما تعليم حتى تكون عندكم فكرة على أننا نشتغل مع شياطين ولا يحبون الخير للناس الآخرين فقط يحبون أن يستفيدوا وحدهم أوكي شايدة معي جي لوكيشن كالك أنا صعبة صب عليك أنا كنبيع بيكالات شايدة معي تست بروكسي وين تست بروكسي تست بروكسي فور سبيد هذا الخاصية تقوم بعمل فحص البركسي أنا قلتها أكثر من 100 مرة لا تنقر على تست بروكسي لا تنقر عليها لا حاجة للنقر عليها طالما البركسي تستخدم من الموقع الذي أنصح به أنت أيها العالم نقرت عليها لأنك لا تفهم لغة العربية أنا قلت أكثر مرة لا تقوم بالنقر على تست بروكسي فالبرنامج يشتغل بدون أي مشاكل والبركسي الذي أنصح به يشتغل بدون أي مشاكل نعود مرة أخرى إلى الحاسوب الخاص بنا ونقر على أناليتكس شايدة معي 74 في الزيارة في ثلاث ساعة أخر سبع أيام جتنا 51 ألف زيارة أخر 90 يوم جتنا 320 ألف زيارة أخر 12 شهر جتنا 321 يعني شايدة معي الزيارات كلها باستخدام البرنامج 6 أشهر هذا الموقع جلبنا له في خدام تقريبا 6 أشهر 3 أشهر الماضية جلبنا له 243 ألف زيارة يعني البرنامج شغال ليلة نهارة في آخر 90 يوم واحد يقول لك البرنامج غير شغال يعني أنا أنصب عليكم أنا أنا أريد أن أنصب عليكم يا سيدي تاريخ اليوم هو 11 فبراير 2024 لماذا يقومون بتكديب الفيديو ولا يريد منكم أن تستخدموا البرنامج بكل بساطة لأن هناك شيء اسمه هذا المواقع هذا المواقع تبيع لك زيارة تبيع لك تصفح تبيع لك مشاهدات تبيع لك هذه الأمور هذا الموقع يا سيدي يبيع لك زوار عالميين حقيقية 100% آمنة على AdSense سعر ألف زيارة هو 3 دولار يعني كل ألف زيارة بـ 3.75 النصب في نصب أنت يا سيدي باستخدام البرنامج يمكنك تجلب ألف زيارات بجو دولار الشهر فقط تشتري البروكسي أوكي وتستخدم هذا الزيارة وأنت تقول لي لأن البرنامج ليس شغال البرنامج غير معطو فما هذه الزيارات يعني ما هذا ما هذا الزيارة شو هذا شد نبق هذا شكت خربة بكل بساطة لا يريدون منكم أن تستخدموا هذا البرنامج ولا يريدون منكم استخدام برنامج دكتور ففر لأنه هؤلاء الناس هالي الحسابات المزيفة هذا يشتغلون للصاحب هذا الموقع تخيل معي هذا الموقع بيع لك زيارة ألف زيارة بتلتة خمسة وسبعين دولار وأنا أشرح الفيديو تجيب مئة ألف مئة ألف زيارة في الشهر بجو دولار يعني كيف يعني كيف هؤلاء الناس نحن نهدد وننحس على رزقهم نحسليهم على الرزق ديالهم فقط اكتف جوجل شراء الزيارات وسوف تنصدم بكمية المواقع لتبيع الزيارات وأنت يمكنك القيام بذلك بنفسك دون الحاجة القيام بأي شيء فقط تضبط البرنامج وتترك الشغال وسوف تحصل على الزيارات وقال لك 60 ألف زائر 40 ألف زائر صاحبي ايش كتخربق يا صاحبي ايش كتخربق زيارات آمينة النصب والاحتيال لاش ممكنش حاجة سمتها زيارات آدسنس آمينة دير سي ولا بغت الزيارات آمينة تخربقوا على عباد الله صاحبي